الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والقائل جل جلاله طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى والقائل جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن وخير من قرأ القرآن القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله يا أيها الناس دخل بالحضرتك ده نداء عام لكل الناس لكل سكان الكوكب الأرضي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا وهنقف مع هذه الآية وسنرى فيها العجب العجاب 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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز خلي بالك عشان تعرف عظمة هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أنا بقول لحضرتك يا أحبابي ويا أخوات الفضليات هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله أقول تاني خلي بالحضرتك بقول لك هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بقول الجزء ده فقط من أعظم أو الجملة الكريمة هذه فقط من الآية من أعظم الأدلة والبراهين على أن القرآن كلام رب العالمين وعلى أن محمد الرسول الحق جل جلاله أي عم الموضوع ده الموضوع كبير أوي موضوع كبير أوي أوي بس انت مش واخد بالك خلي بالك وانتبه لتزداد إيمانا ولتزداد حبا لله ولتزداد ثقة في الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ولتعلم علم اليقين أن مصدرية القرآن فعلا دليل إعجازه وأنا أكرر هذه اللفظة كثيرا أقول إن مصدرية القرآن دليل إعجازه يعني طالما كان القرآن من عند الله فهذا يكفي للدليل القاطع على إعجاز القرآن الكريم في كل أوجه الإعجاز لا أقف عند الإعجاز اللغوي ولا عند الإعجاز اللفظي ولا عند الإعجاز العلمي ولا عند الإعجاز التشريعي ولا العقدي ولا التعبدي ولا الأخلاقي ولا غير ذلك بل الإعجاز يشتمل على كل أنواع الإعجاز التي فصلت فيها القولة في مقدمة في أصول التفسير فتنبر معي أيها الحبيب الكريم لتقف على عظمة الله جل جلاله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قدرة الله المبدعة في الخلق تتجلى كما ذكرت في أصغر المخلوقات كما تظهر واضحة أيضا في أضخم المخلوقات ولما كان البشر والناس والمشركون الأوائل والمنافقون الأوائل لما كانوا جهلاء بسر الخلق الذي أودعه الله البعوضة وبما تحمله هذه الحسرة الضئيلة الصغيرة من أخطار تهدد الإنسان والحيوان لما جهل الناس ذلك أنكروا المثل واستغربوا أن يضرب الله مثلا في القرآن العظيم ببعوضة نموسة تذكر بعوضة في القرآن وتذكر ذبابة في القرآن ويذكر عنكبوت في القرآن ويذكر القمل في القرآن إلى غير ذلك والله سترون العجب العجاب أقول كان الجهل بأخطار البعوض وبوجود كائنات أدق منه بكثير فما فوقها بعوضة فما فوقها لما كان الجهل بأخطار البعوض وبوجود كائنات أدق من البعوض بكثير لما كان ذلك وراء استنكار المشركين والمنافقين أن يضرب الله المثل في القرآن ببعض الحشرات كالبعوض والذباب والنحل والنمل وغير ذلك ولم يكن هؤلاء أيضا على علم بأن من الكائنات الحية بأن من الكائنات الحية ما هو أدق من البعوضة كالفيروسات كالبكتيريا كالفطريات كالطحالب كغير ذلك فقال الله تعالى فما فوقها وكلمة فما فوقها تحتمل المعنيين فما فوقها أي ما يفوق البعوضة ضآلة وصغر في الحجم حتى لا يرى بالعين المجردة كالفيروسات والبكتيريا وغير ذلك وما يفوقها أي ضخامة في البنيان والحجم المعنيان واردان في هذه اللفظة القرآنية الجميلة فما فوقها والبعوضة أيها الأفاضل تعالى كده عيش معايا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى نموسى يا شيخ محمد من عجائب خلق الله أيوة من عجائب خلق الله خلي بقى لحضرتك البعوضة اللي النموسى يعني حشرة ضئيلة صغيرة الحج من ثنائيات الأجنحة يعني لها جناحان من ثنائيات الأجنحة تتبع البعوضة عائلة ضخمة جدا من الحشرات تضم هذه العائلة ما بين ألفين إلى تلات تلاف نوع من الحشرات يبقى البعوضة هذه الصغيرة الحجم الضئيلة الجسم وسأقف على حجمها الآن بالتفصيل بدقة هذه البعوضة حشرة صغيرة من ثنائيات الأجنحة يعني لها جناحان تتبع عائلة كبيرة جدا من الحشرات تضم تلك العائلة من ألفين إلى تلات تلاف نوع طيب يتراوح طول البعوضة النموسة من ثلاثة إلى تسعة ملي يتراوح طول البعوضة بحسب نمو البعوضة من ثلاثة إلى تسعة ملي ومع ذلك ومع ذلك من ثلاثة إلى تسعة ملي ومع ذلك فتتكون من رأس وصدر وبطر تخلي بالك معاي وبع ذلك فيتتكون من رأس وصدر وبطر البعوضة لها ثلاثة أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة لها ثلاثة أزواج من الأرجل الطويلة الصغيرة النحيلة أو الدقيقة ولها زوج من الأجنحة كما ذكرت الدقيقة والقوية والقادرة على الخفق المتواصل السريع جدا الأجنحة قادرة على الخفق السريع المتواصل الذي يصل إلى ستمائة خفقة في الثانية الوحدة الذي يصل إلى ستمائة خفقة أو ضربة في الثانية الوحدة وهو ما يحدث ما يعرف بالطنين النموسة تيجي لما الطن النموسة في أذنك ربما توقظك من أحلى نومة تقول لك أم يا حلو نموسة الصغيرة دي الجنحان القويان القادران يخفقان ستمائة خفقة ستمائة ضربة في الثانية الوحدة هذا الخفق السريع المتواصل يحدث ما يسمى الطنين الصوت المزعج الذي تستمعه في أذنك وكأنك تسمع صوت طائرة مثلاً إن كنت في فضاء هذا الصوت قد يوقذك من أعمق نومة تنامها اكتشف العلماء يا أحبابي أن البعوضة أن عين البعوضة عين مركبة خلي بالك من دي لأنها عجيبة جداً اكتشف العلماء أن عين البعوضة عين مركبة يعني مركبة يعني تتألف العين الواحدة من مئات العيون المستقلة تشريحياً والمتكاملة وظيفياً تتكون عين البعوضة من مئات العيون المستقلة تشريحياً يعني كل عين تستقل عن العين الأخرى تشريحياً ما فيش طلاصك وتقوم كل عين بوظيفتها كاملة في استقلال تام عن وظيفة العين الأخرى لو اكتشف العلماء بالأجهزة الدقيقة الإلكترونية أن عين البعوضة التي تشتمل على مئات العيون التي تستقل تشريحياً ووظيفياً اكتشفوا أنها تشبه خلية النحل اكتشفوا بالأجهزة الدقيقة أنها تشبه خلية النحل لما اكتشفوا أو صلطوا عليها المجهر الإلكتروني وجدوا أن عين البعوضة تشتمل على مئات العيون التي تستقل تشريحياً والتي تتكامل وظيفياً تقوم كل عين بوظيفتها كاملة اكتشفوا بالمجهر الإلكتروني أن هذه العيون المستقلة والتشريحياً ومتكاملة وظيفياً اكتشفوا أنها تشبه تماماً خلية النحل مئات العيون ولذلك ترى أن موسى بسبب هذا الخلق العجيب ترى أن موسى أو تملك بهذه العيون المستقلة تشريحياً والمتكاملة وظيفياً بهذه القدرة الهائلة تكون البعوضة قادرة على الرؤية في أي وقت من الليل والنهار في أي وقت ترى البعوضة بل وفي كل أطياف الضوء وفي كل أطياف الضوء وهي ترى الإنسان لو كان نم في حجرة مظلمة داكنة السواد والظلام ترى بسبب هذه القدرة الهائلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في البعوضة وجعل في كل عين مئات العيون كما قرر العلماء المتخصصون من غير المسلمين ابتداءاً ومن المسلمين انتهاءاً سبحان الله ملأ الله قلوبنا بجلاله وعظمته وهيبته والإيمان به وردنا جميعاً إلى الحق رداً جميلاً إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر